بخصوص بسم الله الرحمن الرحيم نحط تأصيل بس الموضوع في البداية عن فكرة التحرش هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن نوع من أنواع الانعكاسات السلبية بمعنى أنا حد رافض الفكر المكتعمة الحالي فكرة مثلا غلو الأسعار خاصة بالجواز المهور والشبكة والتجهيزات وكل التفاصيل دي كلها فبنان عليه؟ ايه اللي بيحصل؟ أنا ما جاوزتش طيب احنا نتكلم هنا في الأصول بتاعت الموضوع الجزء النفس التحرش نفسي هو عبارة عن ايه طاقة بيولوجية موجودة ربنا سبحانه وتعالى ودعها فينا تمام؟ كلنا كشباب وكبنات تمام؟ طيب الطبيعي ان سن الجواز بيتم امتى؟ لما يحصل بلوغ خلاص واصبح فيه نطج وفيه كذا مثلا على القلب مثلا تبقى للقانون اللي هو خلص سنوية عامة أو حاجة فخلاص أنا جاهز لعملية الجواز ده احتياج بيولوجي زيه زي الأكل زي الشرب زي ان انا بحتاج ان انا خش عامل عملية اسراف كجزء الطايلة أو حاجة ده حاجة بيولوجية الجسدية تمام؟ فاحنا مش هنقدر ان احنا نوجهها بالكبت تمام؟ ولكن بنقدر نوجهها من خلال ايه؟ من خلال حل الجزور بتاعتها نفسها من خلال ايه؟ تيسير فكرة الجواز تمام؟ طبع ما تمش تيسير فكرة الجواز طبع انا عندي احتياج بيولوجي انا مش بتكلم في رفاهية مش بتكلم مثلا عربية عايز اشتري عربية فدي رفاهية فانا مش محتاجها انا عندي بديل لا احنا هنا في مجتمعاتنا الشرقية عندنا الشاب او البنت بيتعرض لحاجة من الاثنين اول حاجة في الكابت بتاعه او اللي بيسموه كابت الجنسي بحاجة من الاثنين رقم واحد ان الدين بالنسباله بيمنعه من فكرة الزنا طيب الحاجة التانية طبعا عايز امارس ده بشكل ايه بشكل حلال فابدأ عامل ايه هتوجه لك الزواج يبدأ ان المجتمع اللي احنا موجودين فيه انا عايز بنت تكون عشاقة بتاعتها مساحتها قد كده في المكان الفلاني التجهيز بتاعها قد كيف وضع الاقتصادي زي ما احنا بشايفين ده الشباب لسه هبدأ عايز لخمه ست سنين في خلال الخمه ست سنين دي ايه اللي هيحصل على حسب تربيت الشاب وتربيت البنت في حد هيبدأ يصبر ويحتسب ودول الفئة قليلة جدا في حد تاني مش عارف في واحد منهم يقعد الخمه سنين وعارف بعد الخمه ست سنين هتجوز على الاقل مثلا خاطب او حاجة فعندي امل ايه اللي يحصل فده بيصبرنا فيه شاب تاني ما كملش تعاليم او ما حصرش كذا ما عندوش الظروف الاقتصادية المناسبة انه بالفعل في يوم الايام هيتجوز فيه اللي بيحصل بيبدأ ينتقم نوع من انواع الانتقام بالمجتمع من خلال التحرش ده بخصوص الشاب طيب بخصوص البنت نفس الموضوع سواء داخلت ارتباط غزبا عنها او داخلت النبابة مثلا انت لازم ترتبط في الوقت الفلاني او تعملي كذا او تعملي كذا فنوع من انواع رفض المجتمع فبتعمل ايه هبدأ ان انا اطلع الطاقة بتاعتي الحميمية او العاطفية في خلال هلبس لبس معين عايز احس بنوع من انواع جزاب الشباب ليا ودي نوع من حاجة نفسية بالنسبة للبنت اي بنت محتاجة انها تشوف نفسها جميلة وشكلها رائع وشكذا وجزابة ده بالنسبة لبديها نوع من انواع ثقاف نفسها فتبدأ تلبس دايق تبدأ تحط بيرفيوم تبدأ تحط كذا تبدأ تثير فده بيزيد الشهوة عند الشاب تمام بالاضافة اساس ان هو ذاتي زي هو ذات الشهوة كهرمون تستيرون او هرمون الزكور عند الراجل هو الوحد وذات الشهوة تمام بس الشهوة بتاعتبر 40-50% لما يبدأ يشوف مصيرات موجودة في المجتمع زي افلام مسلسلات ده هممكن في رمضان وتلاقي مسلسلات خاصة بممثلة لابسة كذا او عاملة كذا للالفاظ نفسها الاباحية اللي بقت تظهر المهرجانات او الاغاني الشعبية اللي بدأت في اخر فترة تكون موجودة فيها بعض المثيرات الجنسية كلام نفسه كله عن جزء سيكشول جزء الجنسي ولو هعمل مش عارف ايه وهعمل كذا الاغاني نفسها مثيرة افلام مسيرة سلسلات مسيرة اللبس اللي بدأ يكون موجود والموضة اللي موجودة حاليا كمستحدثة برضو مثيرة فلو 40% عنده ده تشيء طبيعي يبتغي تزيد 60-70-80 في حد بيعرف يعمل كنترول في واحد تاني بيعرف يعمل كنترول واللي مش بيعرف يعمل كنترول ده الاغلب